بمدينة تتيارة قرر الرئيس بحل مشكلة المياه في نحو 48 ساعة وذلك إطر الأزمة التي تعيشها جل أحياء المدينة من شخ في الحنفيات ونقص المياه لمدة طويلة كما انتقد بعضهم التسيير المحلي لهذه الأزمة التي كانت تعيشها بعض الأحياء طيلة الفترة الماضية التغتير ديار بن داود والله إلا ذلك رانا كنا في المعاناة في اللي سيتر اللي جبناه من الصباح والمشاكل والأزمة رك عارفة الخانقة هذه كي قرينا بالإجراء اللي دير اللي تأخذ رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري الآن والله إلا فرحنا ريحنا نفسيا ريحنا على هرانا في أزمة 16 يوم 20 يوم ما ما كانش أزمة أزمة خانقة نقولك ماذا بينا هذا القارة اللي تأخذها رئيس الجمهورية في 48 ساعة بيحلوا هذه المشكلة ماذا بينا إحنا ماذا بينا إن شاء الله والحل هذه تعليسيتين ما 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 تحتاجها الغاشي بزاف قاعدنا سراهم الضرارة للمشاكل ما ناشن منظمين تبغي الصحة ما ناشن منظمين يعمروا في ليشاطو يطلقونا ما ناشن قولوا إحنا يطلقونا ساعة ساعتين يقدر الإنسان اللي يدير أمور تاع وسيتو هذا مكان نشربه نغر